هزة عنفة بات يتعرض لها بنك الجزائر بعد أزمة تدحرج أسعار النفط وهو الذي كان يعيش في عز الانفراج الاقتصادي قبل سنوات إلا أن البنك المركزي كان الضحية الكبرى لأزمة تهاوي أسعار النفط والتأكيدات أتت هذه المرة من محافظه محمد لكساسي الذي اعترف رسميا بالعجز الذي أصاب بنك الجزائر من خلال نداء استغاثة وجهه إلى البنوك التجارية لتوسيع دائرة مساهمتهم في تمويل الاقتصاد الوطني بعدما أصبح يسير تحت شفقة الخزينة العمومية والتي تلقت هي الأخرى ضربات مجعة إزاء خفاض أسعار النفط فبين هذا وذاك أصبح يعيش الاقتصاد الوطني أزمة حقيقية خيوط الأزمة الاقتصادية التي باتت تعيشها الجزائر تأكدت بعد تصريحات الاكساسي وللمرة الثانية يأتي هذا التأكيد من جهة رسمية في البلاد بعد تلك التصريحات التي أدل بها الوزير الأول عبد الملك سلال مؤخرا أين أكد بأن أزمة اقتصادية باتت تدق أبواب الجزائر بسبب استمرار مسلسل انخفاض أسعار الذهب الأسود الذي يعد موردها الرئيسي مضيفا أن عجزا ماليا سيمس الخزينة العمومية بنسبة 7% وهي التي تعتبر المصدر الأول والرئيس لمختلف المشاريع التي تقوم بها الدولة بل وحتى سياسة الدعم التي تعد أهم حافظ للاستقرار الاجتماعي بالبلاد إذن دعوات المجلس الوزاري الأخير والذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحضور جميع أعضاء حكومة سلال الرابعة بترشيد النفقات لم تكن من العدم وبنك الجزائر يستغيث ويعاني الصدمات في ظل أزمة اقتصادية أشار إليها محللون وأكدها الوزير الأول سلال وجدد التأكيد عليها اليوم الرجل الأول في بيت أموال الجزائريين